السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد مع مطباق وصفاتي اليوم إن شاء الله سنحضر معكم فطائر الكوس بالبطاطا اللي يجي أفضل من الصيجار ومن البريوات وأهم حاجة المكوينة ديال المبساطين واقتصاديين سنعجنوهم إن شاء الله غير بالماء وكذلك بحشوة اقتصاديا اللي بدون لحوم كنوا أكيدين إلا جربتوا فطائر ديال الكوس ستولي ومذمنين عليهم في رمضان كما تعودنا من ساش صلاة والسلام على رسول الله اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وضبخ لكم عن مقادر وكفيات تحضير بسم الله على بركة الله في مقادر العجين غنحتاجوا إن شاء الله الخمسة ديال الكؤوس ديال الدقيقة اللي هي خمسمية سكرام يعني نصف كيلو يمكن لكم توزنوه بالميزان ولا تعبرو بالكؤوس كما حبيتوه كذلك غنحتاجوا واحد شوية ديال الملح اللي كتبقى على حساب الدوق ملعقة كبيرة ديال الخل واربع كاس ديال زيت نباتي اللي هي سبعة وثلاثين مليلي لتر أيضا غنحتاجوا جوجو ديال ملاعق كبيرة ديال زيت الزيتون إلا توفرتوا عليها ما كاتش عندكم يمكن لكم تكتافي وغير بزيت نباتي ولكن بصراحة هي كتعطيوا واحد القهوام وكذلك مضاق زوين ملعقة كبيرة ديال العسال يمكن لكم استبلوها بالسكر ولا استغناء على الحلوة بيضة وملعقة كبيرة ديال الخميرة ديال الخوز مع كيس ديال الخميرات الحلويات من وزن ثمانية جرام وغنعجنوا إن شاء الله العجينة ديالنا بالماء اللي كيكون يعني كتار من دافي شي شوية لأن الجو بارد على بركة الله كنضيف واحد شوية على الخميرة حتى كيدو بالحبيبية دياله وكنكمله بالعجن وكنعجنوا العجينة ديالنا غير بالأطراف ديال الأصابيع مكان ديال كوهاش وحنا كنضيفه الماء المهم بالنسبة لكمية ديال الماء أنا دخلت كس وتقريبا واحد جوج ديال ملاعق يعني كيبقى على حسب الامتصاص ديال الدقيق ديال لكم وكذلك على حسب الحجم ديال البيض يعني يقدر دخله غير كاس ولا يبقى لكم منه شي شوية أهم حاجة في الآخر أخذكم تحصلوا على واحد عجينة اللي كتكون رتطفة ورخوة يعني ماشي عجينة متماسكة يعني عجينة كتكون ما زالة كتلتزق في اليدين ومنها كتقسوها باليد اللي كيكونا شف كتلقوها عجينة رتطفة بحالي شكل هدايا لاحظوا معاي هنايا كنوريكم الكمية ديال ما دخلت كاس والكاس الثاني بقالي منه يعني تقريبا دخلت منه واحد جوج ديال ملاعق كما ذكرت لكم هنايا العجينة ديالنا غنضهنوا بوح شوية ديال زيت نباتي وكارجع وكنوريكم القاوام دياله لاحظوا معاي العجينة كتكون رتطفة ورخوة بحالي شكل وضبا ان شاء الله هنغطيه بحال قطعة ديال البلاستيك قطعة ديال توب ونخليه هتختمر وفي هذا الاثناء غن اخترح عليكم واحد الحشوة بصراحة المكونات ديال الفساطين وكجيب نينا غنحتاجوا فيهاكي واحد جوج ديال حبات ديال البصار اللي كانضيفولهم واحد لاتة ديال ملاعق كبيرة ديال زيت الزيتم مع شوية ديال الملح وكنخليوهم يتشحروا على جناب البصيلة حاولوكي يترققوها من يتكونوا كتقطعوها كذلك غنحتاجو الواحد جوج ديال حبات ديال البطاطا كنحاولوكي ينبشروهم اللي نحكوهم في ذاك الجهة اللي كانت تكون غليضة المهم بالنسبة للحشوة كتبقى على حساب الدوق ديالكم ولكن بصراحة بالنسبة للحشوة هذي اقتصادية وفي نفس الوقت كتجيب نينا بالنسبة للبطاطا يمكن لكم تحكوها غير في الحكاكة ديال البلاستيك هي ما توفرتوش على هذي الحكاكة هذي غير هي حكوها في الجهة اللي كانت تكون غليضة بحالة شكل هدايا وما ننسوش البصيلة ديالكم مرة مرة حركوها باش ما تحرقش معاكم المهم بالنسبة للبطاطا من بعد ما كنبشروها ضروري تغسلوها من ذاك الكمية ديال الناشويات اللي كانت تكون فيها يعني كنديروها كاف شيز ليفو وكنخو عليها الماء وكننغسلوها وكنعصروها مزيان من ذاك الكمية ديال الماء يعني حتى كتنشف حولوكي تعصروها باش ما يبقاش فيها السوائل وكنخوها على البصيلة من بعد ما تشحرت كذلك غانحتاج لوحد جوج ديال الحبات ديال الجزار والديال خزو حتى هما كنحكوهم وكنعصرهم الكمية ديال السوائل وغانحتاجه في توابيل نسمع القاة صغيرة ديال الفلفل اسود اللي هو الابزار كذلك بالنسبة لسكنجبير ولا الزنجبيل قصبر حبوب المطحون البودرة ديال التوم وملعقة صغيرة ديال توابيل ديال سمك يعني خاليط ديال توابيل وكنخليو الحشوة ديال نحتك التعليق وفي نفس الوقت كطيب مع الاستمرار في التحريك لاحظوا معاي الشعارات ديال التاطا وكذلك ديال الجزار طابو كنتفو عليها كنخليوها تبرد لجينة ديالنا كتكون اختمرت كنخوها من الاختمار كنقسموها لتنشر كوارا وكنخليوها على جانب هنا الحشوة كتكون بردت كنضف لحشوية ديال الزيتون علبة ديال الطون صغيرة الجوفن كيبقى على حسب الدوق يعني على حسب المتوفر يمكن لكم ديروا اي نوعية والجينة ديالنام بعد ما كترتح كندوز ونصرحوها غنحضروا الخاليط اللي غنحتاجوا فيه نسكس ديال زيت نباتي جوج ديال ملعقة كبيرة ديال الدقيقة وملعقة صغيرة ديال الخاميرات الحلويات بالنسبة لها الخاليط هدايا غنورقوا به العجين ديالنا كيخلينا نستغنى وعنشى وكذلك الزبدة وفي نفس الوقت العجينة ديالنا كتجيه شيشة وفتية المهم خليكم معي ان شاء الله وغتشوفوا جميع التفاصيل بالنسبة العجينة كنصرحوها بزيت نباتي وكنورقوها بدك الخاليط ديال دقيقة كيما ذكرت لكم حالي شكل وكنتنيوها بحالي كانتنيوه المسمنة غير هي كانخليوها شوية متسعى بحالي الشكل هنها غنحتاجوا الكاس انا استخدمت هاد الكيسة اللي كيكونوا طوال انتم مين كلكم استخدموا غير الكيسة ديال العنباء يعني كاس ديال الشاي المهم اللي متوفارة بالنسبة لكاس كنديرو فيها كيال حشوة من الداخل يعني الكمية ديال الحشوة كتبقى على حساب الدوق وكنوضعوا الكاس في حالي شكل هدايا وكنتنيوه على هالعجينة لاحظوا معي فالطريقة سهلة وكنحاولوها كينقدوا العجين ديالنا وكنلفوا الكاس في حالي شكل هدايا بصراحة بنسبة لها الطريقة هادي فهي عملية كتخليها كالفطائر ديال كوم يجوا مرقين وكيجوا هشاشين بحال شي بسيط لا تصغر بنفس طريقة كنتنيو العجينة بعد ما ورقناها راورتكم الطريقة في اللول وكنتنيو بحالي شكل هدايا من بعد ما وضعنا الحشوة في الكاس وكنلفوا العجين بحالي شكل هدا هنا يمكن لكم تخدموا بجوز ديال كوس ولا ثلاثة كما حبيتوا بشكية العجينة ديالكم يعني كترتاحش شوية ويعاد كتكملوا عليها بالخدمة المهم بالنسبة لطريقة ديال الخدمة كل واحد وكيفاش كي يبغي يخدم لاحظوا معي ومن بعد كنقلبوا الكوس داك الحشوة كتهبط في الفطائر بصراحة اسهل طريقة اللي يمكن لكم اكيا ديروها كيف الحشو ديال الفطائر كي يجو اكيا مقادن لاحظوا معي ومن بعد كنجمعوا الاطراف ديال العجينة وهدو هما الفطائر ديالنا كنخليهم على جناب وغان نكملوا بنفس الطريقة في هاد المرحلة هادي غان نحتاجوا الجوج ديال الحبات ديال البطاطا اللي كنقشرهم وكان بشرهم واللي كنحكوهم في الجهة الرقيقة ديال حكاكا احتهما كنغسلوهم من داك الكمية ديال النواشيف اللي كتكون فيهم ولا ديالنا شوية عفوة اللي كتكون فيهم وكان عصروهم زيان حتى كنشفوه وغان نضيف لهم ان شاء الله النفس التوابيل اللي ضفت في الول غير هي ما كنضيفوش سكنجبير وكان نضيفو ملعقة صغيرة ديال التحميرا مع شوية ديال الزعتار وجوج ديال ملاعق كبيرة ديال زيت نباتي لاحظوا معي شعارة ديال الطاطا اهني الفطائر ديالنا ما كنخليهم شي يختمروا مباشرا بعد ما كنكملوا كندهنهم ببيضة كاملة وكان نضيفو ذاك البطاطا من الفوق بصراحة بالنسبة لها الطريقة هادي كتخلي الفطائر ديال كوم يجي فيهم مضاق اللي مميز وفي نفس الوقت كيجيوا انيقين يعني مني كتقدموهم ما كيعرفوهم شو الناس كواش فيهم الجوب نقول لها كيجي تزيين لي مختلف بصراحة كيجيوا قيمة في الروعة كما اذكرت لكم بالنسبة لحوشوة كتبقى على حساب الدوق ولكن هاد الخطوة هادي ديال الطاطا من الفوق كتجي رائعة كندخلهم الفران ليسا خلناه من قبل كنحطوهم في الجيال فوقانية في الول كتكون شو علامة وسطة لمدة عشرة ديال الدقايق ومن بعد كننقصوهم على شو علامة هي لو كنخليهم حتى كيطيبو وكيتحمروا بحالي شكل هدايا لاحظوا معي كيفاش كيجيوا مورقين وكيجيوا بحالش يبسي طلعت صغار وهذا تزيين ديال الطاطا كيخلي ما كيجيوا آنيقين بهذا الرشة ديال بقدونس وهدو ما الفطائر ديالنا كيجيوا عامرين بالحوشوهو كيجيوا معلكين الشاش وبنان فطائر سهلين اقتصاديا واهم حاجة شكل جديد وكونوا اكيدين إلا جربتوه غد حضروه كتر من مرة اطلق ان شاء الله فيديو اخر مع سلامة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة